بسم الله كل ما المشروع بيتطور الموضل بيتطور وبيزود درجة تفاصيل ودرجة معلومات اكتر فزي ما احا شايفين ده من الكود البريطاني بي اس 1292 بنبدأ كل شوية بنتطور معلومات بتاعة المشروع تمام؟ اولا بنوض مع المالك بنعرف منه ايه اللي هو عايزه وبعد كده بنعمل بمكسشن بلين في واحدة قبل العقد وفي واحدة بعد العقد بنعمل مصر انفورميشن دليفري بلين وده بتدخل جوه البمكسشن بلين بنقول لحنا كل مرحلة من المراحل هنبدأ نحط درجة معانا من درجات التفصيل يعني مثلا في البريف مافيش اي تفصيل خالص في مرحلة الكونسب بنبدأ نزود ديفينيشن الدزاين بنبدأ نزود بنبدأ نعمل الموديل البلد كوميشن المفروض نكون خلصنا المشروع ونسلم المشروع واسناك التشغيل بيبقى فيه موديل اسمه Asset Information Model ده بيبقى فيه وفيه نون جرافيك داتا وفيه جرافيك داتا وده اللي بيبقى مسؤول عن الابوريشن فكل مرحلة من مراحل المشروع بنبدأ نزود نزود درجة تفاصيل في المشروع بالشكل دوت البلدنج هوت وبيبقى فيه درجة تفاصيل معينة وبعد كده بتزيد 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 تبدل تزيد معانا لحد ما ينتهي المشروع يكون معانا الموديل كامل في الأول بيبقى ممكن فكرة معينة وبعد كده بيبقى نحط درجة تفاصيل معينة لو المالك وافق عليها بنبدأ ننتهي لدرجة أفضل ونحط معانا الموديل أفضل ونعدي الحسن ما هو عايز وبعد كده بننتهي لدرجة تفاصيل أفضل فممكن في الأول بيبقى اللي ودي مية ممكن ما يبقاش فيه رسومات بيبقى مجرب بس كونسة فكرة وبعد كده في الميتين بنعمل السخماتيك ونبدأ شغل بسيط جدا وبنزود طول ما احنا شغالين في المشروع الكود الأمريكي بسميه اللي هو دي مية اللي هو دي مية اللي هو دي مية تلتمية 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 خمسين ربعمية البريطاني بيسميته اللي هو دي واحد نية تلاتة اربعة خمسة وفي اكوة كثيرة مختلفة الاسم نفسه يختلف شركة VECO بيسميه Model Progression Specification AIA بيسميه Model Element Table USACE بيسميه Minimal Model Matrix في فيترين بيتسميه VA Object Element Matrix ناتس بيك بيسميه BAM Object Element Matrix وحتى كود البريطاني بيلاقي في اسماء مختلفة وفي اكواد بتكتبه مثلا Level of Model Definition تمام؟ متذكر في البي اس 2022 جزر خمس 12 مرة وفيه Level of Definition تمام؟ ذكر مرة واحدة في الكود بي اس 2022 جزر خمس Level of Model Detail ذكر 6 مرات في البي اس 2022 جزر خمس وفيه Level of Detail ذكر 15 مرة في الـ EIR Template وبي اس 2022 جزر خمس ذكر 14 مرة وبي اس 2022 جزر خمس ذكر 7 مرات الـ RIBA Plan of Work ذكر مرة واحدة لفيه Level of Detail فنعتقد ان ده اكتر حاجة مكتوبة في الاكواد البريطانية فممكن نعتمد نوع لفيه Level of Detail وفيه Level of Model Information و Level of Information Detail ده الـ RIBA بلان فيه مراحل المشروع فبتكون في المرحلة الاولى المطلوب مني بس الوثيقة المطلوبة الـ AIR نحن لسه بنفكر لسه بنحط الخطة فمطلوب مني بس ان انا اعمل الـ AIR As Information Requirement وبعد كده بربيرنج اند بريف بعمل AIR وبعد كده انا متنين المرحل التالية Concept Design بنعمل Post Contract الـ Design Team وبعد كده Develop Design بيشغلين برضه بـ Post Contract وبيفضل طبعا معانا شغال طول المشروع تمام؟ لحد ما بنعمل هندو offer مثال المشروع فبيعندي Asset Information Requirement ده الورقة اللي هي المطلوبة عشان نعرف ايه اللي مطلوب مننا عشان نشغل المبنى تمام؟ وفي بعض التسقوات خاصة بكل مهمة من المهمات نشوفها هنا افضل هنا في الـ Brief بيوطلون مني اعمل Beam Grading & ROI Review عايز اعرف اللي عادة لاسمارها بقى ايه المانشفت بعمل ازاي الـ GS Strategy احنا لسا ما حطناش الـ Concept فمجرد بس اني بعارفين الفكرة بتاعت المشروع والحاجات ده هتفيدنا طول ما حنشغل في المشروع معنى بحش ان انا اجي في اخر مشروع بقول اه ده انا عايز اعمل ملف copy طب ده انا عايز اعمل ملف يفيد في مثلا تشغيل مبنى لا لازم اول خلص اكون عارف ايه اللي انا عايزه في مراحل الـ Concept بيبقعد مع المالك واعرف ايه اللي هو عايزه بالضبط بنعمل بنعمل نبدأ نشوف الـ Project هيمشي ازاي الـ Beam Contract Requirement وبعد كده في المرحلة الثالثة بنعمل بنبدأ نشوف من الناس اللي هيعملوا اجزاء معنا من الشغل ونبدأ نشوف ايه اللي مطلوب من النوم بنعمل بيبقعد معاهم وبنعمل الـ Midp بنشوف التواريخ التسليمات تبعملها ازاي الـ Beam Protocol التبادل المعلومات في المشروع تبعملها ازاي ازاي هنتأكد من الشغل كل ده قبل ما نبدأ مرحلة الـ Design مرحلة الـ Design مرحلة الرابعة بنبدأ بقى نشوف سباسين رد علينا فبنبدأ نشوف الـ Beamix ونبدأ نشوف ايه البرق اللي احنا محتاجينه وعساس ان احنا نشتغل مضبوط تمام وبنبدأ نعمل مراجعة واجتماعات عشان لو في اي مشاكل في التصميم بقى كاف مرحلة الـ Construction بيبقى مهمة بالنسبالي ان انا اعمل ونقوم بقى مرحلة الـ وكل شوية بنعمل اجتماعات على اساس ان نتأكد ان افيش اي مشاكل خالص اه الاجتماعات لو حضرها عشرين تهتين واحد بيبقى صعبة جدا فلا لو في مشكلة انا مسلا مسلا مع ماريو وعند مشكلة تانية مع الكاهروميكانيكال ما استنى لحد الاجتماع انا ممكن احلها معاه تمام ونشوف اتحل ازاي وممكن اجتماع مصغر بينه بينه او ان احنا نتفق نتقابل في مكان معين ونتناش فيها ونخلص منها تمام ونتأكد ان كل المعلومات متبادلة زي الفل وما فيش اي مشاكل خالص في تبادل المعلومات في المرحلة الستة هندقوفر ببدأ اتأكد ان انا بسلم المعلومات للشخص اللي هيدير المبنى اس الانفورميشن موديل وبدون نتباه حكا اقصى يعني معلمات كتيرة تديع من مرحلة الديزاين للبلد ومرحلة البلد اندقوفر في معلمات كتيرة تدير وفي معلمات كتيرة ما بيلاهاش وده بعبلا مشكلة في المرحلة الابوريشن بدون ما هنشغالين بعمل افديت للاست انفروميشن موديل اهو ده ده شكل مثلا من كل شوية بنقول مثلا التسليمه دية ستبقى الوديمية الوديمتين الوديمتين ممكن اقول له دي انا هسلمك طول المشروع الوديمية في الجسئية دي بالذات في عنصر معين بشينفع اه احط له تفاصيل اكتر لان هو بش مستاهل يعني مثلا سابورت بتاع السهيلينج مثلا حاس ان انا هاخد وقت كتير فيه وهيبقى تقيل جدا ومش حاس ان هو هيبقى مفيد في الموديل ده ده عرص بالمثال ممكن في مشروع تحط كل التفاصيل انت عايزة مثلا هنا في حاجة كتيرة 400 وفي حاجات معمولة 300 ده انا شاف ان هو بش مستاهل ان انا قاعد ازود تفاصيل فيه تمام فما دمنا متفقين بش مشكلة العقد شريعة البعض تعقدين تمام فاللو احنا متفقين على حاجة معينة ممكن انا اقول له انا من المشروع دوت مثلا بش هعمل حاجة معينة لو هو موافق وشاف انها فعلا ما تستاهلش خلص نشتغل بها وما فيش اي مشكلة خلص ده مسال مثلا على ال MBDT Model Production and Delivery Table بنبدأ نشوف مثلا في المرحلة الاولية مثلا هبدأ سلملك كذا في المرحلة التانية انا سلمتك الاتنين دول فهدخل بقى في حاجات تانية بالنمدد ان نزود مفروض ان مش حاجة بتنقص بالعكس كل مرحلة بزود لك المعنوات التي انت محتاجها بالنمدد ان نزود هنا ده ملف الكوبي طول ما هنشغلين بنبدأ نزود معلومات في مرحلة ممكن تكون في معلومات موجودة عندي زي مرحلة في مرحلة ابدأ ازود مرحلة في مرحلة في مرحلة ممكن في بعض الحاجات زي بنقصة ابدأ ازودها